بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفوته من خلقه فصلوات الله وسلامه عليه على آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا اللهم علمنا يا معلم آدم وإبراهيم وفهمنا يا مفهم سليمان أيها الإخوة في الله استمرارًا للكلام على مدخل في العقيدة الإسلامية لتوضيح بعض الأمور الأساسية التي ينبغي لطالب العلم أن يسلكها وينبغي لكل مسلم أن يفقهها وقد تكلمنا على جزء منها في الدروس السابقة وهو ما هو منهج أهل السنة في أخذهم للعقيدة أو ما هي مصادر علم العقيدة عند أهل السنة والجماعة المصدر الأول هو كلام الله تبارك وتعالى هو القرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه بل هو أصل الأصول التي يرجع إليها عند التنازع وكلام الله عز وجل هو الكلام الفصيح البين الواضح الذي تعرفه العرب من ظاهر كلامها ومنها من آيات القرآن ما يعلمها العرب من ظاهر كلامهم ومنها ما يعرفه العلماء الراسخون في العلم الذين يستنبطون الأحكام والعقائد وكل ما يتعلق بأمور المسلم في دينه من كتاب الله عز وجل وهم الراسخون الذين أثنى الله تعالى عليهم وسماهم أهل الذكر فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون والراسخون في العلم هم الذين لهم قدم صدق في فهم كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام السلف الصالح الذين هم من الصحابة والتابعون والقرون المفضلة الراسخون في العلم الذين يأخذون من كلام الله عز وجل ومن كلام رسوله صلى الله عليه وسلم ليعرف الناس أمور عقائدهم وأمور عباداتهم وأحكام دينهم فالقرآن الكريم هو المصدر الأول وهو المصدر الأساسي الذي يجب على كل مسلم أن يأخذ وأن يستقي العقيدة منه من كلام الله عز وجل فمثلا الله عز وجل نهان عن الشرك وأمرنا بالتوحيد واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا هذه آية قرآنية ولقد بعثنا في كل أمة رسولة أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت والله عز وجل يقول وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا أين المسلمون من هذه الآيات الكريمة التي هي أصل العقيدة والله عز وجل يقول وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبُ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِي إِذَا دَعَانِ وَيَقُولُ عَزَّ وَجَلْ وَقَالَ رَبُّكُمُ اُدْعُونِي التي لا يجوز صرف شيء منها لغير الله عز وجل وأن من صرف شيئا من أنواع العبادة من الدعاء أو النذر أو الاستعانة أو الاستغاثة الذين يستعينون بالأموات يستغيثون بالغائبين يدعون أصحاب القبور ويعتقدون أنهم أولياء ينفعونهم ويضرونهم ويضرونهم هؤلاء قد انحرفوا في العقيدة ولم يأخذوا بما جاء في القرآن الكريم الذي ينهاهم عن صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله ونحن ذكرنا شيئا من أنواع العبادة الله عز وجل يقول قل إن صلاتي ونسكي ومحيايا ومماتي لله رب العالمين لا شريك له هذا هو التوحيد جميع أنواع العبادة كلها لا تصرف إلا لله عز وجل فأين الذين يدعون الأموات ويذهبون لأصحاب القبور ويستنجدون بالأولياء أو بالأنبياء أو بالملائكة أو بالجن أو بأحد غير الله سبحانه وتعالى هذا قد انحرف وخرج عن دائرة العقيدة خرج عن دائرة الدين ولا تنفعه صلاته ولا صيامه ولا حجه ولا صيامه ولا عبادته لأنه فرط في الأصل ولأنه نقض عقيدته نقض شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ومعنى لا إله إلا الله لا معبودة بحق إلا الله أن لا تصرف شيء من أنواع العبادة إلا لله عز وجل وبهذا بعثت الأنبياء وأرسلت الرسل وأنزلت الكتب كلها لتحقيق التوحيد أن لا يعبد إلا الله وحده وأن لا يصرف شيء من أنواع العبادة لغير الله عز وجل فالمصدر الأول الذي يجب على كل مسلم أن يستقي عقيدته من من القرآن الكريم كلام الله تبارك وتعالى الذي هو أفضل الكلام وأحسن الكلام ومن أصدق من الله قيل ومن أصدق من الله حديث الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه قلوب الذي نام فالقرآن هو الأصل الأصيل الذي يجب أن نستقي عقيدتنا منه وآياته واضحة بينة وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا فما بالك بالذين يذهبون إلى المساجد التي فيها القبور ويتمرغون على اعتاب تلك القبور ويعتقدون أنها تنفعهم وتضرهم ويعتقدون أنها تقربهم إلى الله زلفة هي مقالة المشركين في أصنامهم أو ثانهم الذين قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفة هم لم ينكروا توحيد الربوبية ولم ينكروا أن الله عز وجل هو الخالق وهو المدبر وهو المالك وهو الرازق وهو المحي المميت لكن اعتقدوا أن العبد لا يمكن أن يصل إلى ربه إلا بواسطة أي واسطة سواء كان نبيا أو ملكا أو قبرا أو شجرا أو حجرا كل هذه لا تنفع العبد إنما ينفعه أن يتجه لله وحده في جميع عباداته وفي جميع أعماله هو التوجه إلى الله عز وجل لا يجعل مع الله أحدا أبدا منطوق الآيات ومفهومها كلها يدل على أن لا يجوز صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله عز وجل فآيات القرآن هي الأصل الأول الذي ينبغي أو بل يجب على كل مسلم أن يأخذ عقيدته منه والقرآن محفوظ لا يستطيع أحد أن يغير أو يبدل أو يحرف فيه لأن الله عز وجل قد تكفل بحفظه تبارك وتعالى أما كتب الأمم السابق والأنبياء السابقين فلم يتكفل الله عز وجل بحفظها فطرى عليها التغيير والتبديل فالتوراة محرفة والإنجيل محرف وغيرها من الكتب التي نزلت على الأنبياء الذين سبقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أما القرآن لأنه هو الكتاب الخاتم والرسول الله صلى الله عليه وسلم هو آخر الأنبياء ولكن رسول الله وخاتم النبيين فليس بعد محمد صلى الله عليه وسلم أحد يأتي ويدعي أنه نبي لأن الله قد ختم النبوة بمحمد بن عبد الله النبي الهاشمي الأمي فليس بعده نبي ومن ادعى النبوة بعد محمد صلى الله عليه وسلم فهو كاذب يقول عليه الصلاة والسلام سيخرج بعدي كذابون ثلاثون كلهم يدعي النبوة وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي خرج مسيلم الكذاب في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج الأسود العنسي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاتلهم الصحابة وقضوا عليهم وخرج أيضا المختار بن أبي عبيد الثقفي أيضا ادعى النبوة وخرج بعدهم كثير حتى في العصر الحاضر خرج القادياني والبهائي وغيرهم ممن يدعون النبوة وهؤلاء كلهم كذبون لأنه ليس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي فختم الله به الشرائع وختم به النبوات فهو سيد الأولين والآخرين صلوات الله وسلامه عليه وشريعته هي أكمل الشرائع والكتاب الذي أنزل عليه وهو القرآن الكريم هو أفضل الكتب وهو المعجزة معجزة محمد صلى الله عليه وسلم هي القرآن كان كل نبي يأتي إلى قومه بمعجزة لتدل على صدقه وأنه نبي من عند الله فموسى أعطاه الله تسع آيات منها العصى ومنها اليد ومنها الفلق للبحر ومنها النمل ومنها الدم ومنها في آيات تسع آيات إلى فرعون وملئه والله أعطى عيسى عليه السلام يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله لما كان في قومه انتشار الطب جعل الله تعالى آية عيسى عليه السلام في مقابل ما يفعله هؤلاء الأطباء وأن ما يفعله عيسى ليس مما يعالجه الطب آيات من آيات الله يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله ويصنع كهيئة الطير بإذن الله فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله هذه آيات بينات ومعجزات أعطاها الله للرسل أما محمد صلى الله عليه وسلم فأعطاه الله القرآن فقال فأعطاني الله القرآن كتاب يتلى إلى يوم القيامة فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا ومحمد صلى الله عليه وسلم هو أكثر الأنبياء تبعا له عليه الصلاة والسلام وأمته هي أكثر الأمم النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه الأمة نصف أهل الجنة بل قال الجنة مئة وعشرون صفا ثمانون صفا من هذه الأمة فهذه الأمة هي أفضل الأمم وهي آخر الأمم وأول الأمم دخولا إلى الجنة ونبيها هو أفضل الأنبياء عليه الصلاة والسلام ومعجزاته هي أوضح المعجزات وهي القرآن الكريم قرآن يتلى تحدى الله تعالى به العرب والعجم والجن والإنس على أن يأتوا بمثل هذا القرآن فالله عز وجل جعل القرآن آية معجزة لرسوله صلى الله عليه وسلم قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرة لو تعاون الجن والإنس ونحن في عصر الذرة وعصر الكمبيوتر وعصر الإنترنت وعصر التقنيات هل يستطيعون أن يأتوا بمثل القرآن لا يأتون هذا كلام الله المعجز الذي لا يستطيع أحد أن يأتي بمثله أبدا والله أيضا تعبدنا بتلاوته وأمرنا بأن نتقرب إليه إضافة إلى أنه مصدر العقائد ومصدر الأحكام ومصدر العبادات فهو الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد إذن هذا هو المصدر الأول من مصادر التشريع من مصادر العقيدة الذي هو القرآن الكريم ولو تكلمنا وتكلمنا في معاني آيات الله وفي منزلة القرآن الكريم وفي عناية الأمة بكتاب الله عز وجل حفظا وتدبرا وتلاوة وتجويدا وتفسيرا ما اتسع المقام لمحاضرات كثيرة لما يجتمل عليه كلام الله عز وجل من الكنوز الذي لا زال الناس ولا زال العلماء يستخرجون العلمة والكنوزة المعرفية من كتاب الله عز وجل فالله عز وجل جعل في كلامه وهو القرآن الكريم قال عز وجل ما فرطنا في الكتاب من شيء فجميع العلوم كلها من القرآن الكريم يحتوي على جميع العلوم الدينية هو الدنيوية يقول كما ذكرت لكم الإمام الصنعان يقول كتاب حوا كل العلوم وكل ما حواه من العلم الشريف صوابه فإن رمت تاريخا أردت التاريخ رأيت عجائبا ترى آدم مذكان وهو تراب وإن شئت كل الأنبياء جميعهم وما قال كل منهم وأجابوا قول كل أمة من الأمم وكلام رسلهم وما أجابوا به لرسلهم وما رد عليه رسلهم من الحجج الواضحات التي تدل على صدقهم وعلى أنهم رسل من عند الله عز وجل يدعون إلى التوحيد والتوحيد هو دين الله عز وجل لجميع الأنبياء وإن اختلفت شرائعهم الرسول عليه الصلاة والسلام يقول الأنبياء إخوة لعلات أبوهم واحد وأمهاتهم شتى يعني دينهم واحد الذي هو العقيدة الذي هو التوحيد إن الدين عند الله الإسلام ليس هناك دين غير الإسلام هو العقيدة الصحية كل نبي كان يدعو قومه إلى الإسلام اللي هو التوحيد ويدعو ربه أن يميته على الإسلام كل نبي يقول توفني مسلما وألحقني بالصالحين ما كان إبراهيم يهودياً له أبو الأنبياء ما كان إبراهيم يهودياً ولا نصرانياً ولكن كان حليفاً مسلماً وهو العقيد لأبو الأنبياء ما جاء نبي بعد إبراهيم الخليل إلا من ذريته حتى محمد عليه الصلاة والسلام من ذرية إسماعيل بن إبراهيم جميع الأنبياء والرسل الذين جاءوا بعد إبراهيم كلهم من ذرية إبراهيم الخليل عليه السلام فهو أبو الأنبياء وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وهو الله عز وجل جعله حنيفاً مسلماً فدين الأنبياء واحد الذي هو الإسلام وإن اختلفت شرائعهم كل نبي له شريعة تخصه لكن أكمل هذه الشرائع وأفضلها وأحسنها وأسمحها وأيسرها هي شريعة محمد صلى الله عليه وسلم يقول عليه الصلاة والسلام بعثت بالحنيفية السمحة ويقول الله عز وجل ما جعل عليكم في الدين من حرج ويقول عليه الصلاة والسلام يسروا ولا تعسروا بشروا ولا تنفروا فشريعته هي أكمل الشرائع اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فشريعة محمد عليه الصلاة والسلام هي أكمل الشرائع وكتابه هو أفضل الكتب وأكملها وأتمها وهو المعجزة الخالدة إلى قيام الساعة فقد ورد في بعض الآثار اقرأوا القرآن قبل أن يرفع فإنه يقرأه الناس حتى يأتي يوم فيفتحون المصاحف فلا يجدون فيها ولا حرفها فترفع يرفع القرآن من الصحف وينزع من صدور الرجال والعياذ بالله حين يترك الناس العمل بالإسلام والعمل بشرع الله عز وجل ويستهين بأوامر الله ويقعون في الشرك وفي المعاصي فحينئذ يرفع الله عز وجل عنهم كتابه فيرفعه من الصحف ويرفعه من صدور الرجال فيصبحون ولا يعرفون آية من القرآن عقوبة لهم لأنهم لم يحكموا كتاب الله عز وجل ولم يأخذوا بتعاليم الدين وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه الإمام الترمذي يدرس الإسلام كما يدرس الثوب يبلى يعني يبلى الإسلام يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدرى ما صلاة ولا صدقة ولا نسك ولا يعرفون من الإسلام إلا شهادة أن لا إله إلا الله فيقولون أدركنا آباءنا على هذه الكلمة فنحن نقولها لا يعرفون صلاة ولا صيام ولا حج ولا نسك ولا يعرف من الدين إلا لا إله إلا الله وراوي الحديث حذيفة رضي الله عنه بن اليمان ولما قال له الجلساء من علماء التابعين وما تنفعهم لا إله إلا الله وهم لم يصلوا ولا يصوموا ولا يحجوا فأعرض عنهم حذيفة وهو يقولون له وما تغني عنهم لا إله إلا الله وما تغني عنهم لا إله إلا الله قال رضي الله عنه تنجيهم من النار تنجيهم من النار تنجيهم من النار لأنهم معذورون لا يعرفون من الدين إلا لا إله إلا الله وهذا بيان فضل التوحيد ما دام عاش على لا إله إلا الله ولا يعرفوا أحكام الصلاة ولا الصيام عندما تنزخ وترفع من القرآن ومن الصحف ومن صدور الرجال تغنيهم لا إله إلا الله لأن ليس عندهم إلا هذه الكلمة فإذن المصدر الأول هو القرآن الكريم الذي يجب علينا أن نعتني به تلاوتان وحفظان وتدبران الله خاطب بالقرآن العرب جميعا وخاطب به الأمم عالمهم وعاميهم عالمهم وجاهلهم كبيرهم وصغيرهم حضريهم وبدويهم حتى البدوي في الصحراء خاطبه الله بالقرآن وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض الإسلام على الناس كما يعرضه على أبي بكر وعمر يعرضه على العربي البدوي كما عرضه على سادات الصحابة الإسلام واضح لا غموضة فيه وليس فيه شيء مخفي ديننا واضح ليس كما يقول بعض الناس عندهم أسرار في الدين ديننا واضح لا أسرار فيه ولا تقية في الإسلام ولا أمور نقول يخفيها الدين عن أحد من الناس أبدا ديننا واضح لذلك بعض الطوائف مثلا كالصوفية وغيرهم من الذين انحرفوا عن الطريق وكالشيعة والروافض وغيرهم عندهم دينهم لا يظهرونه إلا على من يشاءون ويقولون لم تبلغ هذه المنزلة حتى نخبرك عن هذا العلم الصوفية يقول له من سأل شيخه منع من العلم يعني يمنعون تلاميذهم ومريديهم ومن يدرسون عليهم أن يسألوهم يقولون من سأل عن شيء منع منه لماذا؟ الواجب البيان الله عز وجل أخذ على أهل العلم أن يبينوا للناس ولا يكتمون شيئا من العلم من سئل عن علم يقول عليه الصلاة والسلام حديث في الصحيحين من سئل عن علم وهو يعلمه ولم يجب ألجم بلجام من نار والعياذ بالله من علم علما فليبلغه النبي عليه الصلاة والسلام يقول بلغوا عني ولو آية رب مبلغ أوعى من سامع نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سامع ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه فديننا ليس فيه أسرار ديننا واضح في القرآن الكريم وفي السنة المطهرة ليس كما يذهب إليه بعض الطوايف بعض الطوايف يقولون عندنا كتاب قرآن غير هذا القرآن إيش قرآنكم هذا؟ قالوا اسمه الجفر ليس فيه من القرآن هذا شيء يسمونه ويقولون هذا مصحف فاطمة أخفاه الصحابة وعلمه أهل البيت هذا من الكذب وهذا من الاستخفاف بعقول الناس فقرآننا محفوظ ليس هناك قرآن ظاهر وقرآن مخفي هذا اتهام لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعدم البيان والتبليغ هذا أولا ثانيا اتهام للصحابة رضي الله عنهم بأنهم لم يبلغوا الدين وأنهم أخفوا شيئا من كلام الله عز وجل الله عز وجل تكفل لكتابه بالحفظ إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون محفوظ هذا القرآن وليس فيه شيء مخفي بعض الطوائف يقولون إن سورة البينة فيها فضاء الأهل البيت وإنها كانت كسورة الأحزاب في الطول لكن الصحابة أخفوها يعني هل الصحابة أعداء لأهل البيت؟ حشاهم رضي الله عنه هم من أعظم الناس تعظيما لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته وأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم هم من حرم الصدقة وهم بني هاشم وبني العباس وبني أبي سفيان بن الحارث وذرية علي بن أبي طالب هؤلاء كلهم وذرية جعفر ابن أبي طالب كلهم أهل البيت وهم من حرم الصدقة وكان الصحابة يعظمونهم ويجلونهم ويعرفون قدرهم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ارقبوا محمداً في أهل بيته والله عز وجل يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً وأزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم هم من أهل بيته أمهات المؤمنين من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فإجلالهم وتعظيمهم ومعرفة قدرهم هذا من الدين الذي أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم أرقبوا محمداً في أهل بيته أكرموهم وقدروهم وعظموهم لأنه لنسبهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما داموا محمداً في أهل بيته أكرموا شيئاً من القرآن الذي تكفل الله تعالى بعفظه ولكن هؤلاء الضالين يضحكون على العامة ويلبسون عليهم ويقولون إن عند علمائنا كتاب غير هذا القرآن وليس فيه من هذا القرآن ولا حرف وكما عند بعض الصوفية من التجانية ومن بعض الفرق الذي عندهم صلاة الفاتح وأن قراءتها أفضل من قراءة القرآن بستة آلاف برة هذا من الضلال ليس هناك شيء أفضل من كلام الله عز وجل وليس هناك أبلغ من كلام الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة يحاج عن أصحابه تقدمه سورة البقرة وآل عمران كأنهما غيايتان أو غمامتان أو فرقان من طير صواف تظلان صاحبها يوم القيامة هذا أولئي الزهراوين سورة البقرة وآل عمران وكان الصحابة رضي الله عنهم يقولون إذا حفظ الواحد منهم سورة البقرة وآل عمران جد فينا وعظمت منزلته وبقي ابن عمر الصحابي الجليل عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما بقي ثمان سنوات وهو يقرأ سورة البقرة ليحفظها ويعلم أحكامها ثمان سنين هذا من عناية الصحابة رضي الله عنهم بالقرآن وكان زيد بن ثابت وأبي بن كعب وغيرهم من الصحابة من كتبة الوحي الذين يلازمون رسول الله صلى الله عليه وسلم بل زيد بن ثابت شهد العرض الأخيرة كان جبريل عليه السلام يعرض القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل رمضان مرة واحدة وفي العام الذي توفي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عرض القرآن جبريل عليه السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين وكان حاضرا تلك العرضات زيد بن ثابت رضي الله عنه من الصحابة يستمع جبريل يقرأ ورسول الله صلى الله عليه وسلم يستمع يعارضه والرسول يقرأ وجبريل يستمع يعارض عليه القرآن دليل على حضور وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرب أجله عرض في العام الذي توفي فيه مرتين بحضور زيد بن ثابت رضي الله عنه ولذلك لما جمع القرآن في عهد عثمان وقبله في عهد أبي بكر اختار زيد بن ثابت ليكون هو المرجع وهو المحكم للآيات وآيات القرآن الكريم التي كانت موزعة ومفرقة بين الصحابة رضي الله عنهم لم يكن القرآن مدونا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مصحف واحد وإنما كان موجوداً في صحف موزعة كانوا ليس عندهم بعضهم أوراق كانوا يكتبون في الجلود واللخاف والعظام فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم واستحر القتل في الصحابة رضي الله عنهم في معركة اليمامة لسمونها حديقة الموت عند قتالهم لمسيلمة الكذاب ومات كثير من القرآن جاء عمر رضي الله عنه إلى أبي بكر وقال يا خليفة رسول الله أرى أن تجمع القرآن في مصحف واحد لأني أخشى أن يذهب القرآن بذهاب الحفظة حفظة القرآن فقال أبو بكر كيف نفعل شيئاً لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم قال عمر هو خير يا خليفة رسول الله يذهب القرآن بذهاب الحفظة فقال ومن نختار لجمع القرآن قال زيد بن ثابت هذه منقبة لزيد الذي حضر العرض الأخيرة للقرآن الكريم بحضور جبريل عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم فدعوا زيد بن ثابت وقالوا له إن عزمنا على أن نجمع القرآن في مصحف واحد فقال زيد وكيف نفعل شيئاً لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم نفس كلام أبي بكر لعمر قالوا له هو خير يا زيد نجمع القرآن حتى لا يذهب بذهاب الحفظة فاجتهد زيد رضي الله عنه بن ثابت وكان لا يكتب شيئاً من القرآن إلا يشهد عليه إثنين من الصحابة ولم يجدوا آية آخر آية من سورة سورة الأتوبة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عندتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم لم يجدوا هذه الآيات إلا عند واحد من الصحابة وكان الرسول صلى الله عليه وسلم قد جعل شهادته بشهادة رجلين فجمع هذا الجمع الأول لنبين للناس كيف اعتنى الصحابة رضي الله عنهم بالقرآن وكيف حفظوه هو محفوظ في صدورهم لكن للأجيال القادمة يحفظ في مصحف واحد فجاء عهد توفي أبو بكر الصديق رضي الله عنه وانتقل المصحف إلى عمر بن الخطاب الفاروق أمير المؤمنين فحفظ هذا المصحف الإمام ولما طعن عمر رضي الله عنه وهو في المحراب طعنه بلؤلو المجوزي جعل المصحف عند حفظة أم المؤمنين حفظة بنت عمر ثم حصل خلاف بين بعض القراء الذين انتشروا في الأمصار لأن عمر رضي الله عنه كان قد منع الصحابة من السفر من المدينة قال يبقى الصحابة في المدينة حتى لا يختلف صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويختلف الناس لما قتل عمر تفرق الصحابة وخرجوا من المدينة فكان كل القرآن نزل على أربع على سبعة أحرف فكان كل واحد من الصحابة عنده حرف حفظ عليه القرآن فيقرئ الناس عليه فاختصم بعضهم من بعض الناس الذين يتلقون القرآن فكان بعضهم يقول قراءتي أفضل من قراءتك قراءتي أفضل من قراءتك فأتوا إلى عثمان رضي الله عنه ذي النورين وطلب من حذيفة طلب من حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن يجمع الناس على مصحف واحد فقام عثمان رضي الله عنه وكتب وعمل أربعة مصاحف وبعض الروايات سبعة مصاحف مصحف عنده في المدينة ومصحف أرسله إلى مكة ومصحف إلى البصرة ومصحف إلى الكوفة ومصحف إلى مصر أرسل هذه المصاحف وقال هذه المرجع وجمع الناس على حرف قريش لغة قريش التي نزل القرآن بها وأيضا نزل بلغات العرب كلغة بني تميم وغيرهم من لغات العرب فجمعهم على لغة قريش وهو المصحف العثماني الذي بين أيدينا جمعهم على حرف قريش وأبقى عثمان رضي الله عنه مصحفا عنده في المدينة وهو الذي كان يقرأ فيه وتسلل عليه الخوارج وقتلوه رضي الله عنه رضي الله عنه قتل عثمان وهو يقرأ في هذا المصحف الإمام وبقي هذا المصحف ينسخ منه النسخ الكثيرة حتى والحمد لله الآن ملايين من نسخ المصحف الشريف ومن مناقب الملك فهد رحمه الله أن أنشأ مجمعا لطباعة المصحف الشريف في المدينة المنورة واختار له من القراء ومن الحفاظ وأصبح مصحف المدينة المنورة الذي يطبع في مجمع الملك فهد في المدينة هو المصحف السليم الذي ليس فيه أي خطأ حتى أن هناك من اللجان التي تراجع القرآن الكريم ولو فتحتم المصحف لو وجدتم في الصفحة الأخيرة ثلاثة أختام من اللجان التي تراجع القرآن الكريم مع أنه محفوظ في الصدور ومحفوظ في الصطور لكن من عناية الله عز وجل لكتابه أن جعل هذه العناية العظيمة للقرآن الكريم وأصبحت عنايته تتنافس فيها الدول تتنافس في طباعة المصحف والحمد لله أن هذه البلاد المباركة بلاد الحرمين الشريفين كان لها السبق الأول في طباعة هذا المصحف والعناية به وتوزيعه مجانا على البلاد الإسلامية ملايين المصاحف توزع سنويا على الحرمين الشريفين وعلى مساجد المملكة وعلى الدول الإسلامية وغير الإسلامية هذا القرآن المعتمد وإن كنا نجد للأسف أن بعض أعداء الإسلام يريدون أن يحرفوا في المصحف في كلام الله عز وجل فتجدهم يطبعون طبعات يحذفون منها بعض الصور يحذفون بعض الآيات يحرفون فيها ولكن قد حفظ الله عز وجل كتابه فتجمع هذه النسخ المغلوطة المحرفة ثم تحرق أو تدفن أو تتلف حتى لا يبقى إلا المصاحف السليمة التي هي مصادر التشريع والتي حفظ الله تعالى لنا بها الدين هذا هو المصدر الأول الذي يتلقى منه المسلمون عقيدتهم فلا تحريف فيه ولا تغيير قد ضمن الله تعالى للمسلمين عقيدتهم من خلال كتابه الكريم المصدر الثاني سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هي الحديث النبوي والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا وإني أوتيت القرآن ومثله ومثله معه يعني أوتي السنة عليه الصلاة والسلام وهو لا ينطق عن الهوى إنه إلا وحي يوحى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وحي ولما قال له الصحابة إنك تمزح يا رسول الله يعني تمازحنا وتقول كلاما فهل نأخذ قال إني أمزح ولكن لا أقول إلا حقا الرسول لا يكذب حتى وهو يمزح ولا يأتي بكلام غير صحيح هو الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم كلامه وحي من الله عز وجل ولذلك السنة هي أقوال الرسول عليه الصلاة والسلام وأفعاله وتقريراته وصفاته الخلقية والخلقية كل هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أقوال المصطفى عليه الصلاة والسلام حفظها الصحابة بل كان من عناية الصحابة رضي الله عنهم أنهم إذا كان أحدهم مشغولا في عمل أو في زراعة أو في رعي أو في تجارة كان ينيب أحدا من الصحابة عنه ليسمع ما يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يأخذ عنه يجتمع معه في الليل ويقول بماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بماذا حدثكم بماذا أمركم بماذا نهاكم هكذا كان حرص الصحابة رضي الله تعالى عنهم على حفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فحفظوا أقواله وحفظوا أفعاله كانوا ينظرون إلى هديه إلى مشيه إلى صلاته إلى قيامه إلى حركاته يأخذون عنه كل شيء لأن الله عز وجل يقول وما آتاكم الرسول فاخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ويقول الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة فلا يوجد أحد في الدنيا يجب علينا اتباعه والاكتداء به إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم مهما كان كل يقول الإمام مالك ابن أنس إمام دار الوجرة الإمام صاحب الموطأ العالم الكبير أحد الفقهاء الأربعة أصحاب المذاب يقول كل يأخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر ويشير إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان في المسجد النبوي في المدينة المنورة كل يأخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه الصادق المصدوق ولأنه المعصوم عليه الصلاة والسلام قد عصمه الله تعالى من الكذب وقد قال الله عز وجل فيه سنقرئك فلا تنسى الرسول صلى الله عليه وسلم حفظ الله تعالى به الشرع حفظ الله تعالى به القرآن أنزل القرآن على قلبه وحفظ الله تعالى به السنة وبلغها البلاغ المبين وفي حجة الوداع لما اجتمع الصحابة في صعيد عرفات وكانوا مئة ألف الذين حجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصحابة بلغ عددهم مئة ألف لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر الناس بأنه سيحج هذا العام فتسامع العرب والصحابة والمسلمون فقدموا للحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فحج معه مئة ألف من الصحابة لأن الصحابة هو من هو الصحابة هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك هذا هو تعرف الصحابة من لقي النبي لقي ومو مشاهده لأن حتى الأعمى الذي لقي النبي مثل عبد الله بن أم مكتوم كان أعمى لكنه من سادات الصحابة من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به لأن الكفار لقي النبي وم لم يؤمنوا به فما نفعهم ذلك ولم ينالوا شرف الإسلام ولا شرف الصحبة وهذا من الحرمان والعياذ بالله النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إنني أشتاق إلى إخواني قال الصحابة أولسنا إخوانك يا رسول الله قال أنتم أصحابي ولكن إخواني قوم يأتون بعدكم لم يروني يتمنى الواحد منهم أن يراني ولو فقد أهله وماله هذا هو الشرف يتمنى الواحد مننا أن لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لقيه أو عاش في عصره الذي هو أفضل القرون على الإطلاق فحج مع النبي عليه الصلاة والسلام مئة ألف من الصحابة فخطبهم خطبة عرفات وبين لهم التوحيد وبين لهم المناسك ثم قال عليه الصلاة والسلام وهو يخطبهم ألا هل بلغت أيها الناس ألا هل بلغت قالوا اللهم نعم نشهد يا رسول الله بأنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة فكان الرسول عليه الصلاة والسلام يرفع إصبعه ويقول اللهم فاشهد وينكسها يقول اللهم وهذا سيأتينا أن من الأحاديث ثبات العلو لله عز وجل أنه فوق سماواته يشير المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى ربه بإصبعه الشريفة يقول اللهم فاشهد وينكسها يعني يا الله وأنت في سماواتك وفوق عرشك اشهد لي بالبلاغ من هؤلاء الصحابة المكرمون فكانوا يقولون نشهد بأنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة فهؤلاء الصحابة هم الذين نقلوا لنا الدين ونقلوا لنا الشرع ونعوذ بالله من أقوام انحرفوا وجعلوا دينهم سب الصحابة والنيل منهم دينهم لعن الصحابة والعياذة بالله ما سلم منهم أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا أمهات المؤمنين ولا سادات الأولياء أي دين عند هؤلاء الذين يتناولون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم باللعن والشتم هؤلاء هم الذين نقلوا لنا الدين إذا طعننا في الصحابة طعننا في الدين لأنهم هم الذين نقلوا لنا حين أخذنا الدين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذنا عن الصحابة وعن التابعين وتابعيهم هذا هو السند هذه الأمة تميزت بالسند وقال ابن سيرين وغيره من العلماء الإسناد من الدين ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء أي واحد يأتيك بعلم قل ما هو دليلك ما هو سندك أمر من أمور العقيدة ما هو سندك من القرآن الكريم أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من أقوال السلف الصالح من الصحابة رضي الله تعالى عنهم لا يستطيع أحد يأتي بشيء خارج القرآن أو خارج السنة أو خارج أقوال السلف عقيدة يتعبد الناس بها فإذن الصحابة رضي الله عنهم الذين اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم هم المصدر الثاني الذين نأخذ منهم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وما صح من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الحجة وقد ذكرت لكم في الدرس الماضي أننا نأخذ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة سواء كانت متواترة أو أحادا إذا صح الحديث فهو مذهبنا كما قال أئمة الإسلام إذا صح الحديث فهو مذهبي وقلت لكم لما جاء رجل للشافعي وروا حديثا ثم قال له التلميذه قال ما تقول يا إمام قال سبحان الله أنت رأيت علي صليب أو وسطي حزام زنار رأيتني نصراني أو يهودي أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول ما رأيك ليس لأحد رأي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحساء رضي الله عنه مدم رضي عنهم فهو توثيق لهم وبيان صلاحهم وصدقهم وإيمانهم فكيف نطعم فيهم كيف يكون ديننا هو الطعم لذلك الواجب علينا أن نرد على كل من تناول الصحابة بقدح أو سب والرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا تسبوا أصحابي لا تسبوا أصحابي فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف لا يمكن أحد أن يصل إلى مستوى الصحابة إن الله اختارني واختار لي أصحاب يقول ابن مسعود وهو من علماء الصحابة من كان مستنا يعني مقتديا فليستن بمن قد مات أولئك أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام أبر هذه الأمة قلوب وأعمقها علما وأقلها تكلفا قوم اختارهم الله عز وجل صحبة نبيه صلى الله عليه وسلم وإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة من كان مستنا فليستن بمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أبر هذه الأمة قلوب وأعمقها علم وأقلها تكلفا قوم اختارهم الله لصحبة رسوله صلى الله عليه وسلم يقول عليه الصلاة والسلام إن الله اختارني الله عز وجل اختار من ذرية آدم اختار العرب واختار من العرب قريش وكنانة واختار من قريش بني هاشم واختار محمدا صلى الله عليه وسلم من بني هاشم فيقول عليه الصلاة والسلام فأنا خيار من خيار من خيار أفضل الناس نسبا وأفضلهم أصلا محمد صلى الله عليه وسلم يقول أنا خيار من خيار ويقول عليه الصلاة والسلام ليس فخرا يقول أنا سيد الناس يوم القيامة ولا فخر ما يريد أن يفتخر رسول عليه الصلاة والسلام ولا أن يتكبر ولا أن يتعالى وذكرت لكم أنه صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل وأخذ يرتعد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هون عليك هون عليك إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديدة في مكة أنا بشر إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي فالرسول عليه الصلاة والسلام بشر مثلنا ولكن الله فضله بالرسالة وفضله بالعلم وفضله بالنبوة وفضله بالشفاعة وفضله بالحوض المورود وفضله باللواء المعقود وفضله بالمقام المحمود عليه الصلاة والسلام يقول أنا سيد الناس يوم القيامة ولا فخر آدم ومن دونه من الأنبياء تحت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة حينما يتخلى الأنبياء كلهم من الشفاعة وكل يقول نفسي نفسي اذهبوا إلى فلان من الأنبياء اذهبوا إلى إبراهيم إلى نوع إلى إبراهيم إلى موسى إلى عيسى محمد صلى الله عليه وسلم يقول أنا لها أنا لها أنا لها يسجد تحت العرش ثم يفتح الله عليه بمحامد لم يفتح عليه قبل ذلك ثم يقول الله له بياناً لفضله ومنزلته يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع فيقول يا ربي أمتي أمتي ثم يطلب من الرب أن ينزل لفصل القضاء بين العباد في ذلك اليوم العظيم الذي تدنو فيه الشمس على قدر ميل كما جاء في الأحاديث إما ميل في المسافة أو ميل تدنو منهم حتى تصل إلى قرب رؤوسهم حتى ينزل العرق في الأرض سبعين ذراعاً ويقول عليه الصلاة والسلام يبلغ العرق من الناس على قدر أعمالهم منهم من يصل إلى كعبيه العرق الناس من شدة الحر لا ظلة ولا مكيفات ولا تبريد ولا هوا الشمس الناس حفات عرات غرلاً بهماً في ذلك الموقف العظيم كل الناس يفزعون إلى الأنبياء كل يتخلى إلا محمد عليه الصلاة والسلام يقول أنا لها بيان فضله يقول هذا هو المقام المحمود الذي يحمده فيه الأولون والآخرون عليه الصلاة والسلام فهذا بيان فضله فيقول أنا لها أنا لها يفتح الله عليه تلك المحامد ويجيبه الله عز وجل إلى أن ينزل للفصل بين العباد ثم يكون ذلك هو المقام المحمود الذي رفع الله تعالى بها منزلة محمد صلى الله عليه وسلم وهو أول شافع وأول مشفع وأول من يدخل الجنة لا يفتح باب الجنة لأحد قبل محمد صلى الله عليه وسلم هذه فضائل هذه مزاياه التي أعطاها الله إياه وهو سيد الناس يوم القيامة يقول ولا فخر عليه الصلاة والسلام بس ليبلغ للناس البلاغ المبين ويشفع للناس جميعا ثم يشفع لأمته ثم يشفع لأهل الجنة ثم يشفع لأهل النار ممن مات على التوحيد ثم يشفع لرفع درجات أهل الجنة ويشفع لعمه أبي طالب الذي حماه ودافع عنه لتخفيف العذاب عنه فإذا السنة النبوية المأخوذة من النبي صلى الله عليه وسلم من طريق الصحابة رضي الله عنهم هي المصدر الثاني من مصادر العقيدة وهي التي يجب أن نأخذ منها ومن القرآن ومن القرآن عقيدتنا التي تكون لنا حجة عند الله عز وجل يوم القيامة القرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو مبقها أنت تأخذ من القرآن وتأخذ من السنة وتقتدي وتعلم العلم الشرعي الشريف خاصة أمور العقيدة التي تنجو بها عند الله وتأخذ من العبادات ما يجب عليك أن تعرف كيف تصلي وكيف تصوم وكيف تحج وكيف تؤدي زكاة أموالك هذه من الأمور الضرورية والذي يجهل بعضها عليه أن يسأل العلماء لا عذر لأحد الآن حلقات العلماء موجودة تلفونات العلماء مفتوحة المراكز العلمية مفتوحة سماحة المفتي فاتح مكتبة وجوالة وبرامجة ووزارة الشيول الإسلامية الرئاسة الحرمين الشريفين العلماء منتشرون طلبة العلم الأساتثة الدكات لا عذر لأحد أن يجهل دينه ولا يعرف كيف عقيدته أو كيف يؤدي عبادته وكيف يستقي أحكام دينه فيجب علينا أن نتفقه وأن نتفقه أولاً في كتاب الله ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقف إلى هنا ونتمم إن شاء الله في الدروس القادمة ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح ونسأله عز وجل أن ينصر دينه ويعلي كلمته وأن يحفظ بلاد الحرمين الشريفين وبلاد المسلمين وأن ينصر المجاهدين في سبيله وأن ينصر جنود هذه البلاد المدافعين عن حدودها وأن يكبت أعداء الإسلام وأن ينصر المسلمين وجنود الإسلام في كل مكان وأن يهيئ للمسلمين من أمرهم رشدا والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم مبارك على عبده ورسوله محمد آله وصحبه وسلم